بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا السيدة فاطمة سلام الله عليها أحد الأخوات تقول أنا في أيام الشتاء أو في أيام الصيف زوجي يشتري من باب النفقة والنفقة واجب عليه من ناحية الكسوة الملابس يشتري لي ثوبا أو يشتري لي ثوبين للشتاء وكذلك يشتري لي ثوبا أو ثوبين للصيف وكما تعرفون بأن هذا قليل جدا بالنسبة للمرأة ولكن رغم ذلك أنا موافقة ولكن يأتي في بعض الأحيان حتى هذا الثوب لا يشتريه لي ويقول لديك بحمد الله ثوب الصيف الماضي أو لديك ثياب الشتاء الماضية فالبسيها هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ لا طبعا لا من الناحية الشرعية وكما هو قد جاء عن طريق آية الله السيد السستاني دام ظله الوارف يجب على الزوج الإنفاق على زوجته من ناحية الطعام والمشرب يعني المأكل والمشرب وكذلك الملبس الملبس يجب على الزوج أن يشتري الملابس المناسبة لشأنية المرأة يعني بمعنى بأن المرأة هذه من عائلة ثرية أو من عائلة لديها شهادات عليا من عائلة فيها الخير أهل كرم أهل جود إلى غير ذلك عائلة متوسطة الحال كان أبوها يشتري لها ثيابا كثيرا في الصيف ثيابا كثيرا في الشتاء يجب على الزوج أن يوفر شأنية الزوجة قبل زواجها يعني بمعنى لا يغير عليها الأجواء فإذا ما غير الأجواء ولا يستطيع أن يجعلها تعيش كما كانت تعيش في بيت أهلها يعني بمعنى على قدر إمكانياته فهو يبقى ماذا؟ يبقى أن تبرئه الذم هي عليها أن تبرئه الذم وتقول له يا فلان يا أيها الزوج العزيز أنا أبرئك الذم لأنك لم تستطع أن تشتري لي ما يناسب شأنيتي لم تستطع أن تشتري لي ما يناسب شأنيتي المفروض أنا مثلا أشتري في الصيف خمسة ثواب ستة ثواب هذه شأنيتي ستة الثياب أو في الشتاء وأنت ما اشتريت لي إلا اثنين ثلاثة فأنا أبرئك الذم على البقية جيد هو قد اشترى أو لم يستطع أن يشتري وقال إذن اصبري حتى يكون لدي مال الآن مشي نفسي تشبهي الهدوم بهذه الثياب إلا ما يستطع عندك أنفلس وأنا أشتري لك ثوبا وهي سكتت ولم تتكلم وهو لم يذكر ونسي الموضوع وانتهى الأمر وهي بقيت على هذه الثياب تبقى أموال هذه الثياب التي لم يشتريها لها في ذمته في ذمته لأنه يجب عليه شرعا أن نفق من ناحية الملبس فتبقى ألا هي إذا كانت راضية باريتها الذمة وتقول له لا أنا أكتفي لا تشتري لي ثيابها الشتاء لا تشتري لي ثيابها الصيف أنا مكتفي وعندي هذا الأمر راجع إليها إذا ما قبلت وأمورك تحسنت فإذا عليك أن ترجع إليها وتقول لها أشتري هسا الآن لو ما أشتري أو أعطيك إياها على شكل مال نقود هذا في ذمتك واجب عليك يصل الأمر بسيد السستاني دام ظله الوارف بأنه إذا مات الزوج مات الزوج وله يعني ورث لديه ورث فمن حق الزوجة من حق الزوجة شرعا أن تأخذ حصتها الشرعية من ورث زوجها وكذلك ما قصر فيه من نفقته عليها أي بمعنى يعني بمعنى أنا كل شهر المفروض زوجي يصرف علي من ناحية المأكل والمشرب والملبس والطلعة والمريض وإلى غير ذلك فد مئة ألف دينار ميتين ألف دينار هو كان ما يصرفهن هسه من باب البخول من باب هو يقصر علي من باب يعني ما باريت الذمة بس هو مقصر وياي فعندما يأتي ورث الزوج حصتها الوحد كزوجة حصت الزوجة كوحد وحصت النفقاء يحسبون كم شهر عاشت ويا المفروض هو كالشهر ينفق عليها مئة ألف مئتين ألف حسب شئنيتها هو كان لا يصرف فد خمسين ألف إذن هي كل شهر كانت الطلبة بعد مئة وخمسين ألف نفقة بعيد عن حصتها في الورث تطلبة فد مئة وخمسين ألف تحسب هاي الأشهر كلها تحسب هاي الأشهر كلها في حياتها كم الطلبة هي إما أن تبرئه الذمة وإما أن تأخذ من ورثه النفق الواجب عليه بعيد عن حصتها الشرعية كزوجة له لا لا يعني النفق الوحد فلوس النفق الوحد اللي قصر فيها هو طوال حياته معها فلوس النفق الوحدها تأخذها من الورث وبعد ذلك اللي يبقى من الورث لها حصة الزوج حصة الزوجة من ورث زوجها هذا ليس له دخل في هذا إطلاقا لذلك على الزوج أن يعرف هذه القضية والزوجة تعرف كذلك هذه القضية لماذا؟ من ناحية الزوجة كي تعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يظلمها أبدا لهذه الدرجة هو يحرص على حقوقها وكذلك على الزوج أن يتق الله إذا وجدت أن زوجتك يأتي فصل الصيف وتقول لك من باب الرحمة بك والعاطف عليك تقول ما أريد تشتري لي ثياب عندي اهدوم ذاك الصيف وكذلك الزوجة يأتيها الشتاء وتقول لك يا أبا فلان لا تشتري لي ثياب عندي ثياب الشتاء الماضي عليك أن تقدر ذلك وأن تصونه مو أن مجرد تصير عندك كم فلس تزوج من أخرى أو أنك تحب امرأة أخرى أو تصرف على أشياء منكرة إلى غير ذلك رجع فضلها عليك قدر الإمكان فإذن الزوجة لها حق أن يشتري يعني واجب على الزوج أن ينفق عليها من ناحية الملابس هي شئنيتها عند أهلها كم كان تشتري بالصيف مثلا كم ثوب أو بالشتاء كم ثوب وحسب إمكانيته تراعيها تبري أهو الذنب على عدم إمكانيته في الباقي يعني تشتري ثمان ثواب ثمانية بس هو إمكانيته أربعة فيشتري أربعة وتبري الذنب على الأربعة البقية بس إذا كان حتى الأربعة ما اشترى اشترى لها فد اثنين تبقى في ذنب اثنين إما أن يعطيها مالا أو أن يشتري لها ثيابا برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر